قررت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ أليات تطبيق التسعير بشكل ربع سنوي التوصية بالتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع من يونيو إلى ستمبر المقبلة جاء ذلك في اجتماعيها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي حيث قررت لجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواه 3 إلى 8 جنيهات للتر البنزين 80 و9 جنيهات و25 قرشا للتر البنزين 92 و10 جنيهات و75 قرشا للتر البنزين 95 كما قررت لجنة تعديل سعر لتر السولار والكيروسين ليصبح 7 جنيهات و25 قرشا وتزبيط أفعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء فضلا عن تعديل سعر طن المازوت المورد لباقي صناعات بواقع 400 جنيه لكل طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيها